الكونغرس الأمريكي يفاجأ طائرات المسيرة الإيرانية ومن يستخدم هذه الطائرات بعقوبات وبتحرك عقابي كبير للغاية وهذا التحرك العقابي هو يأتي على مشروع أساسا طرح العام الماضي وتحديدا في شهر ديزمبر من قبله هذا الرجل الديمقراطي غريغوري ميكس وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هذا الرجل هو وطبعا أعضاء من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري قاموا بطرح هذا المشروع مشروع قرار سيداس توب إيرانيان درونز أكت أي بما معنى وقف طائرات المسيرة الإيرانية أو وقف برنامج طائرات المسيرة الإيرانية والهدف الأساسي من هذا القرار هو عملية توضيح نقطة مهمة جدا في قرار أساسا تم التصديق والمصادق عليه في عام 2017 في مجلس الشيوخ الأمريكي ألا وهو قرار كاتسا الذي ترونه هنا هذا القرار أساسا صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل مواجهة خصوم الولايات المتحدة الأمريكية الذين يمتلكون مثلا أسلحة للدمار الشامل أو صواريخ باليستية ومثلا على سبيل المثال نقل المعدات لهذه الصواريخ أو غيرها أو لأسلحة الدمار الشامل كذلك في عمليات التمويل الخاصة بها وأيضا أي معدات تسليحية أو غيرها نقل من وإلى هذا القرار هو الذي طبعا يتصدى لها ولكن كما نعلم في عام 2017 الأمور لم تكن واضحة أبدا عندما نتحدث عن الطائرات المسيرة الآن الطائرات المسيرة أصبحت خطيرة للغاية وبالتالي هنا يأتي دور سيدا الذي نتحدث عنه هو يوضح الطائرات المسيرة ونقطتها بشكل قانوني ومهم بالنسبة إلى الكونغرس الأمريكي وبالتالي هي تصبح الآن من ضمن مجموعة واحدة من هذه العقوبات تحت قانون وقرار كاتسا الذي تحدثنا عنه وبالتالي الذي جرى الآن بالنسبة لهذا القرار سيدا أنه تمت عملية المصادقة والتصويت على هذا القرار بأغلبية كبيرة جدا في مجلس النواب الأمريكي ظهرت النتيجة بهذا الشكل الذي ترونه طبعا بهذا الشكل المباشر كما تابعناها بالنسبة إلى الديمقراطيين صوتوا بالكامل وبالتمام والكمال ب218 نائبا بالموافقة على تمرير هذا القرار وهذا المشروع المهم و206 من الجمهورين وبالتالي مجموع من اتفقوا ومن موافقوا على هذا القرار يأتي على مستوى 424 صوتا ولكن المثير بهذا الأمر أن الديمقراطيين بأكملهم وهم يعتبرون ويشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي صوتوا بالكامل بالموافقة على هذا القرار وأن هناك اثنان أساسا من الجمهورين صوتوا بالرف من هذا القرار وهذا يبقى سؤالا غريبا وعجيبا خاصة وأن هناك ضغطا من المفترض أن يكون حاضرا من الجمهورين كذلك ولكن الأمر المهم الآن بالنسبة لهذا القرار هو ذاهب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي وبقي فقط مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق عليه والمتوقع أن يصادق عليه أن تكون بنفس هذه النتيجة التي نتحدث عنها وبالتالي سيكون هذا القرار سلاحا موجودا ما الفائدة من هذا القرار وكيف من الممكن أن يؤثر على المنطقة كما تحدثنا الكونغرس الأمريكي هنا من خلال هذا القرار عندما يصادق مجلسي النواب والشيوخ عليه سيعتبر سلاحا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن يستطيع من استخدامه على الأطراف التي تتحصل على طائرات الدرونز الإيرانية على سبيل المثال إيران تنقل طائراتها أو معداتها المتعلقة بطائرات الدرونز مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران هنا يأتي وتأتي أهمية القرار بأن الرئيس الأمريكي يستطيع من استخدام هذا القرار لعملية الضغط على الفصائل المسلحة في هذه القضية وهذا أمر أساسا هو يأتي لمعالجة قضية كانت تناقش في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من الدفنس وان العام الماضي من أغسطس الماضي كان هناك حديثا من قبل الدفنس وان إن العقوبات المباشرة على طائرات المسيرة ومصانعها في الداخل الإيراني هي غير كافية لإيقاف إيران والتقدم الإيراني في مسألة طائرات المسيرة ودليل على ذلك التقدم المستمر الإيراني في طائرات المسيرة خاصة وأن الآن الأمور اختلفت وتغيرت إيران الآن تصدر النفط بشكل هائل للغاية هي عادت بحسب التقارير الأخيرة في تصدير النفط إلى الفترة التي كانت هي قبل العقوبات وانسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية النووية وبالتالي عادت الأمور طبيعية بدأت تتحصل على العائدات كما تريد وكذلك هي تمتلك الآن العملة الصعبة ومن المفترض أن لا تمتلك كل هذه الأمور في ظل أن الاتفاقية النووية لم تنجح ولم تعود الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل المفاوضات التي نتحدث عنها وبالتالي في ظل هذه الظروف إيران لا يهمها حتى على ما يبدو نجاح الاتفاقية النووية للتقدم في مسألة الطائرات المسيرة وبالتالي هنا تأتي الدفنسوان عندما تحدثت بأن علينا أن ندعم الحكومات مثلا ندعم الحكومة العراقية نقويها لمواجهة الفصائل المسلحة الموالية لإيران في استخداماتها للطائرات المسيرة الإيرانية وأيضا هذا القرار يأتي ليجتمع مع قضية دعم الحكومات في المنطقة لكي يحاول الضغط على هذه الفصائل بالتالي الحكومات هي تحت الضغط وإن عليها التصرف ويجب أن تفعل شيئا من أجل إنهاء هذه المسألة المثير بهذا الأمر أن هذا القرار والتصويت عليه هو يأتي متزامنا مع إعلان إيران لطائرة مسيرة جديدة وهي طائرة صادق التي ترونها بهذا الشكل هذه الطائرة المسيرة قد تبدو من تصميمها وكأنها طائرة عادية تشبه الكثير من الطائرات مثل نوعية مهاجرة على سبيل المثال ولكن هذه الطائرة تتمتع وميزتها هي الصواريخ التي تحملها التي ترونها هنا هذه الصواريخ التي ترونها بهذا الشكل هي الميزة الكبيرة بالنسبة إليها وتطلق ويطلق عليها مامباد ميسل وهذه المامباد ميسل أو صاروخ المامباد هو يستخدم وهو يبدو بهذا الشكل الذي ترونه وهو عادة يستخدم من الجرود الذين يتواجدون على الأرض يمكنهم هذا السلاح من عملية استيادة طائرات المسيرة إذا تعرضت إليهم أو المروحيات أو حتى طائرات إذا كانت تحلق بشكل منخفض من الممكن لهذا السلاح بوجود هذا الرادار الذي ترونه ولهذا الجندي أن يحمي القطاعات العسكرية الراجلة من أن تدافع عن نفسها وبالتالي هذه الطائرة المسيرة هي تحمل هذه المامباد ميسل التي ترونها وبالتالي هي لديها الإمكانية بإصطياد وبمواجهة طائرات المسيرة وطائرات المروحية وكذلك الطائرات الحربية بشكل عام وبالتالي إذا ما دخلت هذه طائرة طائرة صادق التي نتحدث عنها إلى الداخل العراقي على سبيل المثال وكذلك ستضاف أيضا إلى مثلا هذا السلاح الذي ظهر لدينا في طوس خورماته وهو سام 358 هذا السلاح وهذا الصاروخ طبعا هو أيضا موجه ضد الطائرات المسيرة وهو أيضا من الممكن أن يستخدم ضد المروحيات بالتالي ستكون هناك أسلحة كبيرة لدى الفصائل المسلحة في العراق بشكل عام سيمتلكون طائرة صادق التي نتحدث عنها سيمتلكون سام 358 الذي تحدثنا عنه وكذلك مهاجر ستة التي دخلت وهي موجودة ويعرف العراقيون تماما هذه الطائرة المسيرة الإيرانية بالتالي نتحدث هنا عن سلاح جو متكامل لدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران وفي حالة فشل المفاوضات النووية بأي شكل من الأشكال فإن الفصائل المسلحة السابقة وأنهددت باستخدامها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وفعلا ممكن أن تشكل مشكلة إلى طائرات مثلا الـ MQ9 Reaper من طائرات المسيرة المعروفة التي تم استخدامها في اختيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد في عام 2020 ممكن أيضا أن تنتقل لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على المستوى السوري وبالتالي هذه أيضا من الممكن أن تستخدم ضد أي طائرة وليس فقط نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا القرار الذي يوفره الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يعطيه القوة من أجل التصدي لأي إمدادات من إيران مباشرة ومن أجل تخفيف هذا الخطر الذي نتحدث عنه المسألة ليست فقط في العراق وفي سوريا وفي الحوثيين وما ممكن أن تفرض من عقوبات وضغط في هذه المسألة بل هي على من أين تأتي والمصدر الذي تأتي منه طبعا إيران وتتحصل على المواد الخام من أين تأتي بالمواد الخام والمحركات وغيرها كانت هناك تقارير مؤخرا تحدثت بأن الصين هي التي تأتي مباشرة إلى إيران وتدعمها وتبيع لها المحركات والمواد الخام وهذه طبعا جاءت بمعلومات العام الماضي أكتوبر الماضي من هذا المجلس الذي هو معروف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نشر معلومات استخبارية تحدث بأن هناك ثمانية مصانع للطائرات المسيرة الإيرانية حدد مواقعها بكامل إحدى هذه المصانع هي تدعمها وتصل إليها المواد الخام الصينية إلى هذا المصنع ونصنع البريطانية أصلا نقلت وثبتت هذا الأمر أيضا في شهر ديسمبر الماضي من العام الماضي وقالت الآتي أن أجزاء مثل محركات طائرات بدون طيار يتم شراؤها مباشرة من الصين وشحنها إلى منطقة الحرب حيث يتم تجميعها أي بما معنى ليس بالشرط أن تدخل هذه المحركات إلى الداخل العراقي ممكن أن تأتي مباشرة إلى العراق أو ممكن أن تأتي مباشرة إلى اليمن على سبيل المثال وبالتالي بالنسبة إلى المصنع الذي تحدثنا عنه الذي تحدث عنه وأعلن عنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو المصنع الذي طبعا تبيع له إيران أو الصين عفوا المحركات وغيرها إذا ما هبطنا بهذا الشكل بالقمر الصناعي إلى طهران لكي نتعرف إلى موقع هذا المصنع الذي أتحدث عنه هنا هو يأتي من هنا بهذا الشكل على مسافة 17 كيلومترا هنا الموقع الذي أتحدث عنه وهذا الموقع وهذا المصنع هو تابع إلى مجموعة غضنفر ركن آباد هذا هو الاسم لهذه الشركة المصنعة للطائرات المسيرة وكما تلاحظون هذا المصنع تبدأ النقطة الخاصة به بهذا الاتجاه إلى المدخل إلى هذا المصنع وبعدها بهذا الشكل لاحظ كم هو حجم هذا المصنع مصنع ليس بالصغير أبدا كل هذه المخازن هي مرتبطة بالطائرات المسيرة وغيرها مخازن مهمة جدا إلى تخزين الطائرات المسيرة والمحركات وغيرها ولكن النقطة الأهم في صناعة الطائرات المسيرة هي تأتي بهذا الاتجاه دعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نتعرف عليها قليلا ونعرف هذه النقاط الموجودة هنا بالاقتراب بالقمر الصناعي لكي نفهم تماما ما الذي يجري هنا سنلاحظ بأننا أمام ثلاثة بنايات مهمة المبنى الأول هذا هو مكتب الأمن الخاص طبعا كمدخل من هذا الاتجاه عندما تدخل من هذه النقطة ولكن الأهم هي هذه النقطة التي تعتبر وهذا المبنى الذي هو يعتبر ورشة المحركات والكاميرات لأطائرات المسيرة أما هذا المبنى الذي ترونه فهو يعتبر قاعة الإنتاج لأطائرات المسيرة وبالتالي هنا نتحدث عن أهم النقاط التي يتم من خلالها استلام المواد الخام كما تحدثنا الألياف الخاصة بالطائرات المسيرة الأقمشة الخاصة بالطائرات المسيرة وغيرها كلها تأتي إلى هذه الورش للعمل عليها وإلى تركيب هذه أطائرات المسيرة المثير أن هذا القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي قرار غريغوري ميكس هو يأتي متزامنا أيضا مع زيارة مثيرة لوزير الدفاع الصيني إلى إيران ولقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن خلال هذا اللقاء تواصلوا وتحدثوا عن أنهم يريدون أن يقوموا بتوسيع التعاون العسكري بين إيران وبين الصين وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هنا تستطيع استخدام هذا القرار لقضع أي دعم صيني بالطائرات المسيرة مباشرة إلى إيران وتفرض العقوبات شيئا فشيئا العقوبات ضد روسيا العقوبات ضد إيران وها هي ممكن أن تطال الصين أيضا في هذه المسألة وممكن أن تسبب حرجا كبيرا للعراق أيضا اشتركوا في القناة